السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو شاء الله رحين نحلوا لموذج فروض الفصل الأول لسنة الثانية متوسط نتمنى شاء الله هذا الموضوع يفيدكم وتستفادوا نقرأوا مع بعض النص ونشرحوا ثم نقرأوا الأسئلة الخاصة بالموضوع ونبدأوا في الحلول أمع بعض إذن نبدأوا على بركة الله بسم الله مرحبا اسمي سامير أنا جزائري عمري 13 سنة أنا طويل ونحيف مع شعر مموج وعينيني كبيرتين وسودوتين دائما يجلس على كرسي متحرك لأنه طفل مقعد although I can't work but I can't play basketball on my wheelchair ما يقدرش يمشي لا يستطيع التحرك أو المشي ولكن يقدر يلعب كرة السلة من خلال مقعده هو قعد ويلعب I like sports and music but I dislike swimming because I can't swim يحب الموسيقى والرياضة ولكن يكره السباحة لأنه ما يقدرش يصبح Do you like to be my friend هل تريد أن تصبح صديقي سامير إذن هذا النص حول سامير سامير يعاني من إعاقة في جسده ما يقدرش يمشي ودائما مقعد على كرسي متحرك هنا فقط هذا النموذج بلكين تلاميذ مزل ما دخلوش يقرأوا دروس الخاصة ببعض الإعاقات الجسدية باللغة الإنجليزية ويقول لك الموضوع هذا ما قرناهش ولا ما جاناش ما تقلقوش الموضوع هذا قادر يكون اختبار للفصل الأول واللي قرأوا هذا الموضوع الموضوع الموجود في هذا النموذج فاحتمال أنه يكون فرض من الفروض الخاصة بهذا الموضوع هو الآن فرض ولكن بالنسبة للدروس كل تلاميذ وينراهم واصلين نتبعوا مع بعض الأسئلة إذن هنا بعد ما تقرأوا النص تعمر هذا الجدول الخاص بسامير عدنا نايم اسمه عمره جنسيته شعره عينيه وهي البنية تعمرهم من النص أقرأوا النص بحذر وبشوية التمرين الثاني رايحين تقرأوا هذا الجمل وتشوفوا اللي صحيحة تكتبوا أمامها true واللي خاطئة تكتبوا أمامها false سامير كان والك سامير يقدر يمشي صحيح أم خطأ لا يحب السباحة ركز مليح في الجمل أقرأواهم وركزوا مع النص الإجابة راح تكون بصحيح أم خطأ من خلال قراءة جيدة للنص التمرين الثالث أيضا I read then I circle which picture is Samir عدنا صورة الأولى لطفل مقعد على الكرسي الصورة الثانية لشخص لا يسمع ولا يتكلم والصورة الثالثة لشخص أعمى ما هي الصورة التي تعبر على سامير سامير سبق وذكرنا في النص الإعاقة التي يعاني منها أقرأوا النص وألقوا الإعاقة هنا رح ينتقدوا تجبدوا الصورة تحت سامير باش تسطروا تحتها ولا تحطوها في دائرة التمرين الثالث الرابع رح ينتعمروه أيضا من النص سامير is a boy نوع الإعاقة اللي يعاني منها سامير ذكرها في النص وعطالها تسمية هذه التسمية رح تكون في الفراغ الأول he walk but he can basketball وش يجي في هذا الفراغين ركزوا مليح التمرين الأخير وهو الوضعية الإدماجية عفوا use the following card and write about دارين عدنا معلومات حول دارين رح ينتك تبوا فقرة قصيرة عليها من خلال المعطيات المقدمة في هذا الجدول عدنا الإسم انتحها وعمرها شعرها وعينيها abilities وش تقدر تدير she can play chess chess اللي هو الشترنج abilities وش ما تقدرش تدير she can't listen to music because she is deaf deaf معنتها ما تسماش and likes she likes drawing تحب الرسم هذه المعلومات تكتبوهم في فقرة قصيرة حول دارين فقط التزموا بالمعطيات التي هي أمامكم إذن هذا هو الموضوع أنتم الآن مع لكم غير توقفوا الفيديو وتحولوا في ورقة مسودة ثم تقارنوا الإجابة نتحكم بالإجابة اللي رحين شوفوها الآن أم مع بعض نبدأ على بركة الله بسم الله من الأول عمرنا الفراغات عدنا الإسم سامير العمر 13 سنة شوفوا الآن إجابة التمرين الثاني اللي هو صحيح وخطأ سامير ينورك إذن قدرش يمشي he likes sports true he can't play basketball فورس يقدر يلعب بسكتبول he doesn't like swimming إذن true ما يحبش السباحة إذن هذا هو كامل رهم في النص التمرين الموالي هنا الصورة اللي تعبر على سامير هي الصورة رقم واحد الفتاة المقعدة على الكرسي هي الصورة المعبرة لحالة سامير والتمرين الرابع سامير is a paraplegic هو الشخص الذي لا يستطيع أن يمشي مقعد حركيا he can't walk but he can play basketball هذو هما الفراغات من النص أكيد نروح الآن للتمرين الأخير اللي هو الوضعية الإدماجية حول دارين دارين is 12 years old she has long straight reddish hair كما and small green eyes full stop she can play chess كما but she can't listen to music because she is deaf she likes drawing تحبوا الرأس هذه هي الفقرة اللي دارين عرفنا عليها والسن انتحها وش تقدر تدير وش ما تقدرش وش تحب في حياتها إذن هذا هو الموضوع لهذا الفيديو أتمنى إن شاء الله يفيدكم وتستفادوا نتلقوا في مواضيع أخرى إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه بقاوا على خير والله ولي التوفيق